السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محاضرة اليوم هي معايير التواصل الجماهيري وتعتبر هذه المحاضرة تكميلية مع فن الخطاب الحديث ماذا نعني بهذا؟ المحاضرة السابقة التي كانت على منصة أريد أيضا حملت خصائص الخطيب النص وكيفية التأثير بينما نعالج في محاضرتنا هذه جسر التواصل وهذا أمر مهم جدا حقيقة لأن نجاح التواصل هو نجاح كل عملية تحمل رسالة وهدف إلى آخره نتكلم بداية عن أن الإنسان اجتماعي بطبعه خلق ليكون سيد المخلوقات فهو لا يستطيع العيش بمفرده وهو مخلوق مفطورا على التطور دائما وقد اعتمد في تواصله مع من حوله على الإيماء تارة على اللغة غالبا إضافة أنه يعتمد في تواصله على أدوات تبدأ من اللغة وتنتهى بتقنيات جديدة كما في عصرنا الحالي لكن نرى أن حديثا ظهر مصطلح علم اللغة النصي وتحليل الخطاب نقف هنا عن تحليل الخطاب في منتصف القرن العشرين تقريبا في أوروبا وأمريكا يعرف علم اللغة النصي حينها بأنه علم يبحث في أبنية النصوص وصياغتها مع إحاطته بالعلاقات الاتصالية والاجتماعية والنفسية العامة ويعرف تحليل الخطاب لننتبه إلى الفرق بينهما تحليل الخطاب بأنه هو كيفية استعمال الناس اللغة أداة للتواصل إذن ليس اتصال تواصل فبين قوصين الاتصال أن اتصل مثلا كمثال بفلان وانتهى الموقف أن ألقي محاضرة وانتهى الموقف بينما التواصل هي صفة استمرارية وأقوى من الاتصال نستمر فنقول تحليل الخطاب هو كيفية استعمال الناس اللغة أداة للتواصل وكيف يؤلف المتكلم رسائل لغوية يوجهها إلى المتلقي فيقوم هذا بمعالجتها لغويا على نحو خاص لتفسيرها وهذا العلم حديث النشأة عند الغرب نعيد كمصطلح وكمعالجة بينما هو كعلم كان سابقا عند العلماء العرب فتحدثوا عنه من خلال علم القرآن البلاغة العربية منذ القرن الثاني الهجري ومن أمثال الجرجاني، السكاكي، الزركشي، الصيوطي إلى آخره من علماء التفسير والبلاغة ولن ننسى مفاهيم المناسبة الإحالة أي الضمير مرجعة الضمير للاتساق بين الجمال الإنسجام كل هذه المفاهيم الإطناب والوصل كل هذه مفاهيم تواصلية في النص العربي إذن نحن كمفهوم تواصل موجود وحاضر في عنومنا ولكنه كمعالجة حديثة يجري حوله أبحاث ويعني حديثة بأدواتها ننتبه بأدواتها التقنية فالمصطلحات الغربية حديثة والعلوم العربية أصيلة هنا نقول إذا كان فن الخطاب الحديث هو منبر نصي للتواصل الجماهيل فلن يكون وحده فقط الوسيلة المثل لهذا التواصل للوصول إلى نجاح الخطاب بل يعوزه عوامل تكرس نجاحه وتواصله الجيد مع الجمهور فالتواصل الناجح ذوق وعلم ومهارة وخبرة طبعا نعيد نقول أن التواصل عالم أكبر من الاتصال بل التواصل هو يحوي الاتصال من ضمنه طبعا سيبقى العامل التطبيقي هو الشريان الأهم في التواصل ومد الجسور خاصة لمواضيع وأفكار أشبعت طرحة نظرية نحن في عالم مرية فقط أعطني تطبيقا أصدق نظريتك تقف عند نظرية أقرأها وأمشي هذه جدا ناحية مهمة في عالمنا وقد كان لي شرف الخوض هذه المواضيع طبعا من خلال مواقع التواصلية والاحتكاك مع الشباب بالنسبة لهذه الأفكار والتواصل الجماهيري فكرا وعمليا نقول هنا قبل أن ننتقل للفكرة التالية قبل أن نعرف فن التواصل الجماهيري نقف عند فكرة مهمة جدا وهي لماذا يبحث الجميع عن الشباب حصرا لماذا يقف التواصل طويلا عند الشباب هذه النقطة يجيب عليها الدكتور عزة حجازي في كتابه الشباب العربي وننصح بقراءته فيقول فيه يمر العالم العربي بعد حق طويل من التعرض لتأثيرات الأجنبية وبعد اكتشاف إمكاناته الهائلة وبعد العديد من الأزمات على الصعيد الداخل وفي العلاقات الخارجية بنقطة تحول حضاري وعلى الاتجاه الذي نسير فيه من الآن يتوقف مستقبله لأجيال عديدة إما أن ننجح في فك إسار التخلف وننطلق في آفاق التقدم الرحيبة اللانهائية نستعيد أمجادا ذكرياتها عطيرة تبحث في نفوسنا إحساسا بالمرارة والألم قديمة إلى جانب مشاعر الاعتزاز والزهو وأن نجهد محاولة الخلاص فنخسر حتى القليل الذي حققناه وقد نخسر وجودنا كله إذن هنا نتوقف فنقول أن الشباب عماد المستقبل الصفة التواصلية بيننا وبينهم طبعا لدي بحث منشور عن ردم الهوى بين الجيلين عندما نردم الهوى ونتخذه صديقا نعطيه ما حملنا من أفكار ومن إرشيف ومن رصيد كبير فكري لينطلق بدوره إلى الجيل التالي كيف نتواصل معه؟ هذه هي النقطة الجوهرية التي نبحثها في بحثنا ننتقل الآن إلى تعريف فن التواصل الجماهيري وزبدة الكلام هو الإفادة من فن الخطاب الحديث انتبه فن الخطاب الحديث وتحليله لتحويله إلى جسر تواصل حقيقي ناجح يبدأ مشاعريا ويستمر منطقيا يدرس منافذ القبول نعيد يدرس منافذ القبول هذا هو اختصاص التواصل اختصاص الناحية التواصلية يدرس منافذ القبول والاحتياجات المجتمعية والثقافية ويساعد في تطوير الذوق الثقافي العام ليكون أكثر فائدة وإيجابية وبناء ولحمة وهذا ما قام عليه بحثنا هذا طبعا نقول هنا قبل أن ندخل لخضم البحث بعد هذه المقدمة الطويلة أن جيل الشباب هو أنضى أسلحة العالم هذا مفهوم عام في استراعه المصيري من أجل الخروج من كهوف الظلم والظلام فصنع مستقبل أفضل إذن ما هي المحاولة التي سنتكلم عنها أولا ماذا نعني بمعايير التواصل الجماهيري وسوف نقف وقفة طويلة هنا لأننا هذا ما يعنينا ننتقل إلى المحور الثاني وهو طرق التواصل ومد الجسور الجاذبة ثالثا طرائق حيادية إيجابية يعني طبعا وجهات نظر وآراء يمكننا الطلاع عليها ومستخلص ماذا استفدنا من هذا البحث بشكل عام نبدأ أولا بتحليل المفهوم بتحليل عنوان البحث ماذا نعني بمعايير التواصل الجماهيري معجميا نقول جمهرة أيضا جمهور من جمهرة أي جمعة وجمهور الناس تعني جلهم وجماهير القوم أشرافهم جمهر الناس في الساحة جمعهم جمهر الجمهور تجمع واجتمع هذا بالنسبة لكلمة جمهور بالنسبة للشق الثاني وهو التواصل تصل وتواصل وهي النقطة المحورية في هذا البحث هناك فرق بين التصل وتواصل فالتصل وصل بين شيئين وكل شيء اتصل بشيء نسميه وصل وتوقف هذا الوصل عند هذه النقطة يقال وصل فلان رحمه أن يصلها وصلا فهل اكتمل التواصل هل انقطعه هنا نقول التواصل من المواصلة وهو يفيد الاستمرارية كمواصلة الصوم كمواصلة الصلاة التواصل من الوصل والصلة فالوصل ضد الهجران والتواصل ضد التصارم طيب الآن قبل أن ننتقل إلى تعريف التواصل الجماهيري تطبيقا نقول هذه الخاطرة المعترضة بين قوسين أعجبتني فرأيت أن أقولها نحن في اتصال دائما مع الكون جميعنا نتأثر بالطبيعة من حولنا نتأثر بالطاقة من حولنا تخطر في ذهننا أفكار متشابهة إلى حد ما لأننا جميعا متصلون ببعضنا بعضا وبعضنا متصل بالكون أكثر من الآخر لهذا كل شعور نشعر به له سماته وله صفاته وكل فكرة لا يذهبان عبثا بل يعودان إليك يوما ما كل شيء تفكر به يتحقق بالنهاية بطريقة ما بإذن الله تعالى طبعا من نسبة للتعريف قد عرفت لويكيبيديا التواصل قائلة أن نظرية الاتصال والتواصل دراسة مبادئ نقل المعلومات ووسائل إيصالها مع الطباعة والإذاعة والتلفزة وما أشبهها هذا التعريف في ويكيبيديا يعتبر ناقصا لأنه تعريف ميكانيكي لم يقف على مفاصل الموضوع لذا لو اقتبس أحدهم من ويكيبيديا تسليم هذه ملاحظة بين قوسا ننتقل الآن إلى تعريف التواصل الجماهيري تطبيقا ماذا نقول؟ إنه القدرة على الجذب الفكري والكاريزمي الشخصي تلبية الاحتياجات للفئة المستهدفة في التواصل علميا وعمليا من خلال وسائل خاصة بعبارات وجمال براقة ومجهزة بإتقان هي بسيطة خالية من التقعر اللغوي إلا في الزوايا التي تحتاج إليها بعض المواضيع تدعمها الإسقاط التطبيقي الواقعي ابتعادها عن النهجة النظرية البحثة والنصح الفوقي طبعا التواصل لا يحتاج نصح فوقي بطريقة تفاعلية تدفع للعصف الذهني الإيجابي من يضمن استمرار التواصل أن يكون هناك تفكير وهناك أخذ ورد؟ نكمل بطريقة تفاعلية تدفع للعصف الذهني الإيجابي والإيحاء الذهني الفعال وتهيئة البدائل لكل ما لا يحتفظ بإمكانية الاستمرار عندما يتوقف العمل أصبح يسمى اتصالا عندما يستمر يصبح تواصل إذن ونكمل فنقول وبث الروح التنافسية الإيجابية المنتجة ويتصف باستمرارية التأثير ما دام هناك تأثير مستمر فأنا في حال التواصل هذه هي النقطة الجوهرية التي نبحث عنها هنا نقول أن بهذا التعريف السابق نختصر محاضرة كاملة ومفهوم شامل للتواصل الحقيقي الفعال فما نحن بحاجة إليه حاليا هو التواصل فعلا معرفتنا بنجاحنا في التواصل مع الشريحة من شرائح المجتمع مثلا نفت انتباهها إعطاءها ما نعرف وما لدينا من بضاعة وأخذ إذن هو عملية إخراج واستقبال وأخذ ما لديها لمعالجته من جديد وإكمال الطريق إذن هنا نقول هنا نقول حسب ما تفضل الدكتور محدين عارف حسين بأن التواصل الجماهيري وتكنولوجيا المعلومات يقدمها بداغوجيا على العناصر الحواري الأخرى إذن التواصلية يجب أن تملك صفة توزيفية حتى تستمر يعني أنا أقوم بالتواصل من أجل التعليم نعم هذا التواصل أقوم بالتواصل لأنهم أقربائي وذو رحمي نعم تواصل لدينا هنا هدف توزيفي فنحن نؤيد فكرة التفاعلية والتفاعلية من صفات التواصلية هناك تفاعل بين الطرفين المتصلين إذن هنا نقول أن الاتصال الجماهيري عملية يقوم بها شخص أو أشخاص أو مؤسسة كبرى بإنشاء رسالة ونقلها باستخدام نوع ما من الوسائط إلى مجموعة عريضة غير مععد وصائل الاتصال الجماهيري أحد فروع العلوم الاجتماعية التي تنضوي تحت مظلة أكبر من دراسات الاتصال أو التواصل هنا نقول أن هنا الاتصال الجماهيري أنا أتصل من خلال مؤسسة نعم ولكن عندما يصبح هناك تفاعل بين الطرفين مستمراً تتحول العلاقة من اتصال إلى تواصل بحثنا يدور إذن حول كيفية النجاح فيه والمهارات اللازمة لتوصيل المعلومات المهمة بجدية وحرفية بعيدة عن انهذر وإضاءة الوقت بما لا طائل منه فصاحب التواصل لديه هدف حسيث لا توقف عند أول مرحلة لم يجد فيها تجاوب هذه نقطة جوهرية لم أجد تجاوب توقفت عن العمل إذن أتوقفت عند مرحلة الاتصال للتواصل إذن عندما نبتعد عن الهذر ونجد الهدف أمامنا ونجد المخطط ونمشي حسيثاً باستمرار لكي يبقى التأثير حياً هنا نقدم ما نحن بحاجة إليه فعلاً لجيل ذكي فعال يحتاج شرارة بدء واستمرار هذه الشرارة الفعالة هي التي يجب أن تبقى تعمل باستمرار وهذا ما يقال بين قوسين العصف الذهني طول ما لدي بين طرفين عصف ذهني أخدم ورد في التواصل فأعلم هنا نقول تكشف حديثاً تعقيد عملية الاتصال وكشف أنه لم يعد سهلاً البتة متبينة نظرية نظرية دانييل نيرنر أننا نتجه من الأبسط للأعقد رغم وجود وسائل التواصل وأن الإعلام بات الزراع الأقوى في توجيه الجماهير نكرر لقد تكشف حديثاً تعقيد عملية الاتصال ومن ثم التواصل الجماهيري في عصرنا هذا وكشف أنه لم يعد سهلاً البتة هنا نقف التواصل لم يعد سهلاً هناك علوم تخرج إلينا العلوم النفسية علوم سيكولوجية إلى آخرية تدرس أسرار النفسية البشرية لكي يقدمون لهم مواد مؤثرة لم تعد العملية التواصلية سهلة أبداً هي تدرس وتبحث عن أسرار النفسية الإنسانية رغم تعقيدها لتقدم له إما ما يحتاج إليه أو ما يؤثر عليه إذن عندما نبحث عن المادة الإيجابية يجب أن نكون مؤثرين بقوة نملك الأدوات التي تؤدي الغرض تماماً إن الخاصية التواصلية حاول تحقيقها الأنبياء ورضوان الله عليهم وسلامه بجدارة وبعناية سماوية عظيمة بمحاولتهم المنهجية لتحقيق مصالح الشعوب وربطها بخالق الكون إقناعاً وفكراً وحواراً هذه الفقرة يجب أن نقف عندها طويلاً لأن عمل الأنبياء رضوان عليهم هذا عمل خارق عمل جبار بنفوس الإنسان نفس الإنسان الصعبة هذا يعني أننا لن نرقى ولن نستطيع التواصل إلا إذا استعننا بالله عز وجل نعطي أمثلة عن هذا التواصل مرة في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين الآية من 30 سورة هود ماذا يعني هذا؟ جادلتنا إذن هناك جدال وهناك أخذ ورد وتواصل قد يكون هنا التواصل سلبياً لكنه تواصل على كل حال المثال الثاني بسم الله الرحمن الرحيم وعطصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءاً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً إلى آخر الآية الآية رقم 103 سورة العمران هذا التواصل وعطصموا بحبل الله تواصل إيجابي لأنه يجمع ولا يفرق هذه أمثلة سماوية كبيرة يجب أن تكون مثال أمام الأعين نفكر فيها كثيراً كيف جرى التواصل الإيجابي والتواصل الإيجابي مع الرب عز وجل تواصل لا حدود له لا سقط له كيف يجري هنا نبحث عن النفس الإنسانية وهي محور بحثنا لهذا اليوم عند هذه المرحلة يجب علينا أن نذكر مفهوم التواصل عند أبن جني فيعتبر هو من المفكرين البارزين العرب الذين فكروا في هذا المصطلح كيف فهمه ابن جني يحمل مفهوم التواصل عند ابن جني المفهوم الوظيفي للتواصلية حيث يبدأ من وظيفة اللغة في تكريس الخاصية التواصلية إضافة لتكريسها التداولية والبعد الخطابي وبهذا تتحقق الشروط العامة للتواصل من لغة تداول تبادل إضافة للخطابية إذن لا يملك فقط خاصية خطابية كما ذكرنا ولكن يملك يملك جملة أمور تجعل هذا الأمر سالكا دائما طبعا براعة فيه العرب أي براعة خاصة في الشعر سوق عقاص كلها كانت أمور تبادلية تواصلية بين أخذ ورد حتى كان الهجاء بين والمدح بين طرفين في الشعر أيضا خواص تواصلية إما كانت سلبية أو إيجابية تملك الصفة الشفاهية غالبا ثم التدوينية فيما بعد طيب قبل أن نصل إلى المحور الثاني يجب أن نقول هنا أن مراحل التواصل الإنساني مر بخطوات غير الشفاهية وصلت لخطوات الكتابية من النقش الرسوم على الصخور الخط على الرمال الحبر الطباعة القلم السائل الآلكات كلها وسائل تواصلية إذن لا يمكن أن تكون التواصل لا يملك أدوات غالبا يملك أدوات التواصل وحاليا نتواصل جميعا بإذن الله عن طريق هذه الأدوات الرقمية هي أدوات تواصل يعني خرجنا بها بمخرجات ومدخلات نرجو من الله القبول إذن نقول أن الاتصال والتواصل يحمل المرسل المتلقي الوسائل بينهما والتفاعل الذي يجعل للتأثير استمرارا بينهما هنا نقول أن تقييد أدوات التواصل كانت هكذا تقييد الحرف كيف نقيد الحرف ونحافظ على تواصليته بالكتابة الأبجدية يعني اللغة كيف نحافظ على تواصلية الصوت بالتسجيل بما أنني أسمع التسجيل ممكن أن أسمعه مرة ومرتان وثلاث مرات هذا تواصل فأعرف من صاحبه قد أراسله وقد لا قد أعرف عنه الكثير إلى آخره تقييد الصورة تواصليا وهي عن طريق أدوات التصوير التي يمكن من خلالها أن أتواصل بصاحب الصورة أتواصل بالفكرة إلى آخره تقييد الحركة أيضا من خلال المادة الفلمية التي قد تكرس فيما بعد التواصل مع عناصرها مع الأفكار التي فيها مع أبطالها إلى آخره إذن كل الأدوات التي تحدثنا عنها مفاتيح التواصل والتي تكرس هذه الفكرة كيف نرى المعايير التواصلية طبعا ذكرناها ولكن هناك الدكتور محمد راتب الشعار قدمها يقول أن التواصل أولا يجب أن يكون متكاملا في عناصره الكاملة يجب أن يحمل نظريات التواصل وتطبيقاته معا يجب أن يحمل استراتيجيات تحمل ضمنها الاستعداد السيكولوجي والنيروسيكولوجي حاليا لا يمكن أن يكون هناك عملية تواصلية من خلال هذا التعقيد النفسي البشري إلا لو كان لدينا أسرار النفوس البشرية التي نخاطبها وكيف تتواصل ماذا تحب ما تتكره هذا عنصر مهم جدا إضافة إلى أن الشخص المتواصل يجب أن يملك كاريزمة هذه تكلمنا عنها كثيرا في المحاضرة السابقة إضافة إلى الموسيقى الصوتية والأمور المرافقة التي نراها دائما موجودة في وسائل اليوتوبية في الوسائل الفزونية التي تعمل يعني تقوم بعمل جو وبيئة ضبط الساعة البيولوجية أي أن تكون مضبوطا في الوقت في اللغة الجسد في تقديم المادة إضافة إلى أن المادة يجب أن تقدم بثيقة بعدم توتر إضافة إلى أن الفكرة يجب أن تقدم بإبهار بإضاءة بتفاؤل بإقبال بنشاط هذه أيضا تساعد وتدفع عملية التواصل إلى الأمام هذه باقتصار هذه القيود والاستعداد والشروط التي قدمها الدكتور محمد راتب الشعار لإنجاح التواصل ننتقل الآن إلى العنصر الثاني وهو المحور الثاني وهو طرق التواصل ومد الجسور وهي التي تتحدث عن معايير التواصل إن أول طريق للوصول الآن هو تواصل ناجح يرتبط بقانون الإزاحة لتكريس التوازن الوجداني هذا قانون وهم جدا لم يتوقف عنده المفكرون كثيرا ماذا نعني بقانون الإزاحة عندما تريد أن تنجح كن واقفا أو يعني كن مستعدا بكيانك كاملا للموقف الذي أنت بصدده ماذا يعني هذا مثال بسيط عندما تدخل من باب المنزل وتكون متعبا خارجه هل تحمل الهموم التي عانيتها طول النهار إلى داخل بيتك فياروك معكرا مكتئبا هذا يعتبر يعني عدم توازن شعوري بحيث أنني عندما أريد أن أعيش في بيتي بكامل يعني يجب أن أترك المشاكل خارجا وأدخل فيه بكل يتي بنفس الوقت عندما أذهب إلى عملي هذا لا يعني أن أحمل همو الأسرة على كتفي وأدخل العمل بكامل كآبتي ووجه العبوس وأدخل عملي غير مستعد للعمل فيه هنا نقول أن العمل التواصلي يحتاج منا إلى استعداد كامل للعطاء وللبذل ولتكريس النجاح ولتقديمه بأبهى صوره هذا مبدأ الإزاحة أصله مبدأ فيزيائي لكننا أسقطناه عمليا على السروق لأنه يعنينا ويساعد في إنجاح الفكرة ننتقل إلى الفكرة التالية الفكرة التالية تقول من قاد نفسه جيدا فلديه القدرة على قيادة الجمع فمن لا يستطيع قيادة نفسه لن يتسنى له قيادة الآخر ماذا يعني هذا أنا يعني أتأثر بمن حولي وهذا يؤثر على عملي هذا يؤدي لي إلى يعني عدم أداء العمل بكامل الجهوزية لماذا؟ لأنني أصلا لا أملك الإرادة لتحقيق هدفي فكيف يمكن أن أساعد غيري في تحقيق هدفه هذا السؤال مهم عندما أستطيع أن أقود نفسي إلى هدف نبيل وإيجابي وأبدأ فعلا بإنجازه فهذا يعني أنني قادر على مساعدة غيري هذه نقطة جدا مهمة إذن هذه النقطة الثانية النقطة الثالثة هنا نقطة العلاقة الجدلية بين حيثية كل من الإعلام والتواصل يفك من شفرتها دومينيك ويلتون حيث يقول في كتابه الإعلام ليس تواصلا وكهو كتاب مهم أنصح به حيث قدم نظريته التي آمن بها وهي أن الإعلام هو الإخبار من طرف واحد بينما التواصل يحتاج طرفها متفاهما على التواصل ماذا يعني هذا عندما نجد طرفا يؤثر فينا ولا نملك حياله قوة مضادة تغرب ما نأخذه كي نأخذ ونستخلص ما يناسبنا فهذا يعني أننا لا نستطيع التواصل بإيجابية فالإعلام بنسبة كبيرة منه يحاول التأثير علينا وليس التبادلية والتواصلية نعيد التأثير علينا بأفكاره يفرد ويقدم أفكاره وعلينا أن نقتنع بها ولكن هل تسألنا هل نحن مقتنعون هل نحن مقتنعون بما يقدم هذه إشارة استفهام عندما نجد من أنفسنا أننا نخاضعين لأفكارهم بهذا الاستسلام فنحن لا نحسل التواصل التواصل مادة تبادلية تأثر وتأثير بطريقة لا تضر وبطريقة لا تؤثر علي التأثير السلبي عندما أجد أنني خاضع تمام الخضوع فأنا لا أملك الوسيلة التواصلية وإنما نأملك الطاء الخاصية التأثير في التواصل ناقصة ننتقل إلى النقطة الخامسة إذا كان فن الخطاب الحديث والذي قدمنا له المحاضرة كامل يمارس فن التأثير على الجماهير فإن فن التواصل الجماهيري أكثر مهارة وأكثر دراسة لفنية التواصل في معرفة سر الجذب وجمع الحواس وشدها نحو الهدف المنشود فالخطاب إعلاميا ناجحا لكن التواصل الجماهيري تبادر بامتياز بحيث يحاول الإمساك باستمراريته ولو عبر عدة محاور حساسة لها صلة بالطرف الآخر هذه المحاور الحساسة التي نبحث عنها ما هي المحاور الحساسة ما هي متطلبة الجمهور ما هي الأمور التي تساعده وترفيده ما هي الأمور التي تبهره وتسعيده عندما نمسك بها جيدا كما أسلفنا النقطة المشاعرية ثم ننتقل إلى النقطة المنطقية سوف نؤدي للهدف المنشود عندها ننتقل الآن إلى النقطة التالية وهو مفهوم الاتصال الجماهيري تاريخيا ماذا نعني بهذا المفهوم ما زال الطرف المؤثر والمدعي تواصلاً جماهيرياً يمارس تأثيراً من طرف واحد مع غياب العنصر التبادلي أو مراعاة متطلبات الطرف الثاني وحيث أنها تكرس التفاعل بين المرسل والمستقبل فإنها في الآوينة الأخيرة مارست فنية خطابية في التأثير على المتلقي وجذبه لطرفها مقتنع مقنعة إياه بهدفها الظاهري كي تحقق أكبر قدر ممكن من المكاسب يجب أن نقف هنا المكاسب لا يمكن أن تقدم لك وجبة دسمة إلا يجب علينا أن نرى ونفهم ما هو الهدف وراءها لكي لا نقع فريسة الأهداف المغلوطة وعليه فإن طيف التواصل أوسع من طيف الخطاب بمراحل رغم الالتباس الأولي الذي نلمحه في المشتركات بين عبر الموقع المفتوح المنافذ المصطلح ميم موقع معروف أوجد نشر معلومة مهمة سنوردها باختصار هنا كيف وسائل الإعلام قدمت لنا المعلومة برأيها تواصلية لكننا نراها اتصارية فقط في مرحلة الثلاثينيات وهي مرحلة الحقن سميت لديهم في الغرب الحقن وتدعى حقنة تحت الجلد منذ الحرب العالمية الثانية خاصة لاستثارة سلوكه الشرائي ونعيد الشرائي يعني مثلا نقف هنا عند صورة المدخن الذي يظهر بكامل صحته صورة خداعة أدت إلى معظم الشريحة المجتمعية وأدت إلى أمراض سرطانية فيما بعد هذه فكرة تسويقية هذه ليست تواصلية هذه اتصال مؤثر لكن الجماع والجماهير اعتقد أنها تواصلية لا إنها اتصالية المرحلة التالية امتدت المرحلة الإعلامية من الأربعينيات وحتى الستينيات اتصفت هذه المرحلة بانخفاض التأثير عموما حيث صار الإعلام انتقائيا لأن الجماهير ازدادت مقاومته لذلك الدفع التجاري ذلك الدفع الكسبي فتوقف ولم يعد له سوق كبيرا وطبعا هذا يعني حاول بعدة طرق انفاذ هدفه وتقال هذا يعني تذكر هذه المصطلحات بمثلا مرحلة الإقناع مرحلة التدفق الخطوط أي تدفق المرحل الكبير إلى آخره نظريات التأثير المحدودة كلها نظريات طريحت في ذلك الوقت لم نقرأ عنها للأسف لكنها حاولت انهاض المجتمع لإعادة التأثير عليه ولكنها أخفقت في هذه الحقبة من الزمن المرحلة اللاحقة مرحلة السبعين هذه المرحلة شهدت عودة قوية للإعلام فورية التأثير بموارسة الضغط الإبهاري والاجتماعي والتوجيه النفسي لنقطة اللاوعي عبر ومضاء يعني مثلا فقرة إعلامية عامة تدخل بها فيها لقطة سريعة حلوة مثلا فتاة جميلة إلى آخره وتذهب نحن رأينا الإعلام بشكل عام ولكن العين نبحث عن هذه اللقطة السريعة إذن هذه وهذه التي جعلتنا نتواصل مع هذا التأثير ما هي وهذه الصورة من صاحبتها كيف مرت إلى آخره يجبروننا على التواصل بأمور لا تهمنا هذا في مرحلة السبعينيات وتدعى نظرية اللعب ونظرية الاستخدام والإشباع أي نحن نقدم لك كل شيء للإبهار وللفة النظر ولكي يعني نقدم لك نظرة تواصلية ولكنها بصراحة ليست كذلك المرحلة الرابعة بدأت تلك المرحلة من الثمانينيات وتميزت بحضور النشط قادر على التخفيف من آثار وسائل الإعلامية على السلوكية ولديه القدرة على اختيار المعلومات والطرق والطريقة التي يريد تسلمها طبعا هذه المرحلة شهدناها كانت تدفق معرفي أي أنا كتب ومعارف وطبعا كان انترنت في يعني في يحبو لم يكن قد انتشر وهذه المرحلة هي مرحلة النظريات تميزت بالملتكرات التفعيلية التدفق إلى آخره من محاولة نشر المعرفة بطريقتهم أدت إلى الانفتاح في كل كل الجهات وفتح فكرة العامة أو سيئته ولكن كيف نره نحن كأشخاص كيف نره كإيجابية وكفائدة هذا ما يهمنا هنا كمدخلات كمخرجات هل تتساوى إيجابيته مع سلبيته هذا ما نبحث عنه حاليا ويستأهل الدراسة طيب هنا يجب أن نقف عند فكرة الأمن الفكري لماذا الأمن الفكري لأنها تجعل الإنسان من خلال هذا التواصل المفتوح في أمامنا الأفكار المغرضة التي تتسلل إلينا دون ضبط ودون مقدر على توقيفها الأمر صار مفتوح يمكنك أن تجول وتتجول في هذا العالم المفتح الأطراف بكل أريحية بكل سهولة ولكن كيف يمكنك أن تغرب ما تسمع وتراه هذا هو السؤال طبعا قدمت لنا منصة أريد محاضرة للإعلام محمد كريشان مشكورا وكانت خطوة موفقة جدا قدم لنا فكرة مهمة أريدها الآن باختصار لنستفيد منها من خلال هذه الفكرة التي نبحث عنها قال لا تتحدث إلى وسيلة إعلام إن لم تكن مستعدا وعارفا بما ستقول وماذا ستفعل وإلا بالأفضل الأفضل ألا تفعل ماذا يعني بما تفضل به مشكورا أي أننا يجب أن ندرس ما نحن قائمون عليه كتواصل فأي شيء يخرج منا يسجل ضدنا إذا كان سيئا فكما أسلفنا الكلمة والروح والرصاصة إذا خرجتها لا تعود والأنترنيت يسجل لنا ما نقدم ابحث فيما كتبته سابقا ستجده موجودة أنت قدمت وسجل عليه وإذا كنت نادما يوما ما فكيف ستسحبه هذا أمر حساس التواصل يحتاج دقة في تقديم ما يمكن أن تقدمه حتى لو أردت التواصل لم يسجل ضدك وحسبت طريق الرجعة إذن المنهج الحالي استنتاجا أقول لأنه لم يقام بدراسة تفصيلية لفكرة لفكرة التواصل حاليا المنهج المنهج الحالي هو اختصر وكثف وأعطى المهم يعني طبعا المنهج الحالي هو العطاء على جبهتين العشوائية والتنظيمية وعلينا الغرب حتما وهناك بحث في هذا المجال أيضا قدمته اسمه النشر العشوائي أيضا أشير عليكم باطلاع عليه لكي نرى إلى أي مدى وصلنا في هذه الوسائل التي نشر عبرها موادنا وكلامنا ومحاضراتنا إلى آخره إذن الأفضل هنا ونصيحة مختصرة نقول اختصر كثف أعطي المهم ولا تكثر من الكلام وحدد مسارك بدقة ولا تحيد عنه وهنا تبدأ بخط التواصلية بنجاح هذا ما ذكرناه بالنسبة لدور المتحد والخيارات الآمنة طبعا سنتحدث فيما بعد عنه تكلمنا عنه حاليا باختصار ننتقل الآن إلى الحيادية المزدوجة ماذا يعني طريق الحيادية المزدوجة أي كلما كنت محتويا يعني مجتمعنا مجتمع متنوع الألوان الناس ومذاهب وأفكار وطرق وعقائد إذا استطعت أن تمسك المشترك الإنساني فيما بينها فقد استطعت أن تحقق الخط التواصلي الموفق هنا ننظر إلى فكرة المشترك الإنساني الثقافي والتي جربنا أن نقوم بها من خلال مجموعة واطسية اسمها مجموعة القارئ النهم كانت منذ العام 2017 قامت هذه المجموعة على فكرة اختبارية لقراءة جل الأعمال الأدبية التي اشتهرت فخرجنا بنتيجة إلى أن جلها لم يكن يرقى إلى الفكرة الإيجابية التي يحتاجها الإنسان وإنما كان التسويق هو العامل الأهم في إنجاحها الفكرة الثانية التي وصلنا إلىها عندما فتحت المجموعة للأكاديميين والطلاب بشطريها التليجرام والواتس وصلنا إلى فكرة التواصل تكريس التواصل الإنساني والتواصل الثقافي بحيث نبحث عن المشترك بين هذه كل المشتركات الثقافية بين المجموم ونقدم ما يفيد الشباب المستقبل بحيث نغمط الطرف عن أي فكرة خلافية وأي فكرة تسبب التفرق وهذه فعلا يجب أن نعمل على هذه النقطة لكي نجمع ولا نفرق بالنسبة للطرق الحيادية الطرق الحيادية لو قلنا حيادية وهي فكرة وهي كلمة منحوطة أصلها حادة حادة أي وضع حاجز بين شيئين وهذه موجودة في المعجم الوجيز للمجمع اللغوي في رئاسة إبراهيم الكور قديما في عام 1980 يقدم فكرة الحيادية على أنها يمكن أن تكون حيادية سلبية ويمكن أن تكون حيادية إيجابية ماذا يعني هذا؟ نحن نقوم على المشترك الإنساني بحيث نكرس اللحمة المجتمعية والتواصل الإيجابية المنتج ولكن هذا لا يعني أننا لا نملك داخلنا معتقد ومذهب فكري يخصنا ولكن في حال أنه يؤثر سلبا على المجموع فهذا يعني أننا يجب أن نقف عند هذه النقطة ونكرس النقطة الإيجابية ونقف هذه النواحي السلبية التي فينا بقدر الإمكان لكي نحقق الأمن الفكري نحن كمسلمين وكعرب على أقل تقدير نقول هنا إن الأمن الفكري مسألة معقدة وشائكة لارتباطها بعوامل ومتغيرات كثيرة قد يصعب السيطرة عليها والإعلام أحد أهم هذه المتغيرات لأنه يعكس بالرأي العام والإعلام كما يعرف أنه التعبير الموضوعي لعقلية الجماهير طبعا المفروض أن يكون كذلك وميولها واتجاهاتها في نفس الوقت لهذا يعتبر دور الإعلام في الأمن الفكري كبيرا وحيويا فالإعلام أصبح يسيطر على الساحة إعلاميا وهو الذي ينقل الأفكار ويندد بها أو الإعلام ينقل الأفكار الحسنة فلا مشكلة في ذلك ولكن مشكلة تكمن في نقل الأفكار إنقل الأفكار المدمرة بأي شكل من الأشكال سواء كانت تدميرا فكريا أو سلوكيا طبعا نحن ضد هذه الفكرة كيف نحصن أنفسنا ضد هذه المشكلة وإذا فمن غير الطبيعي أن نبقى أصيري الإعلام يأخذنا يأخذنا أينما شاء يلبسنا يطعمنا ويتحكم بأذواقنا يخترق دماغنا ليقمه الحقائق التي يحب ويغمض أعيننا عن حقائق واضحة وضوح الشمس ومهما طالت طالت تقليعاته وتحديثاته فإن قولا معروفا يحسن كل مقولة نقول القيم لا تموت ولا تهترئ ولا تأفل ومن امتلك قاعدة معروفية وعقدية وقيمية صلبة لن يهزمه أي منبر إعلامي يتجه عكس التيار هذه باختصار ماذا نعني هذا يعني أولا القيم لا تموت القيم الإيجابية لا تموت مهما حاولت المنابر وحاولت الإعلام بعض الإعلام طبعا لا نعمم معاكستها وتكريس التفكك التواصلي بيننا ولكن ولكن من نشأ وهذا عنصر طرع المهم على قاعدة معرفية وعقدية صلبة سوف يغربل ويعرف أين هي قناة التواصلية الصحيحة الإيجابية وأين هي القناة التواصلية السلبية وهذا أمر تربوي أمر منوط بالمدارس أمر منوط بالوسائل الإيجابية التي نبحث عنها وتدعم المسار التواصل الإيجابي ونشد من عضد منصة أوريبي ما تقدمه من إيجابيات حقيقة إذن المبادئ الحيادية والإيجابية تبني لا تهشم ولا تحطن بإذن الله هنا نقول أن دكتور سفران قدم أفكارا جديدة حول ذلك ونصائح يقول إن التوسع في دراسة نظرية الأمن الفكري في الإسلام حصرا والعمل على إيجاد وصف منهج دقيق لمفهوم شامل الأمن الفكري أمن محمود وضروري حتى لو كان مختصرا ولكن يجب أن نكرشه بقدر الإمكان ثانيا تشجيع ودعم البحوث والدراسات في هذا المجال وترسيخ مقومات الفكر الآمن الثالثا الدعوة لبناء مرصد علم متكامل يرصد ما يتعرض للأمن الفكري من الإخلال يجب أن نقف عند هذه النقطة ما هي الزوايا التي تهدم عندما نقف عندها ونبين هذه النقطة فهذا طبيعي أن أي إنسان قد غرر به سوف يفيق وسوف يستقي وطبعا هذه النقطة يمكننا أن نقدم مثال بسيط حولها هناك صفحة في الفيز تدعى تبين إنها تقف ضد الإشاعات المغردة والأفكار المسمومة التي تقدم إما ببراءة أو بنيات غير بريئة لكي تقف حائلا دون وصول الأفكار السلبية التي تحول دون تواصلنا الإيجابي فيما بيننا طبعا هذا كله مرتبط بتواصلات سلبية مثل الألعاب الإلكترونية عبر الأونلاين ماذا تقدم لنا ماذا تقدم لأطفالنا هذه نقطة هناك نقطة كثيرة لا يمكن أن نبحثها في هذا المضمار لكي نقف ونقول إن التواصل بقدر ما هو خاصية جيدة وجميلة بقدر ما هو أمر حساس جدا يجب أن يملك المقدرة والحساسية العالية ضد العناصر الهدامة والتي تقف ضد مستقبلنا الإيجابي طبعا تكلمنا عن تجربة التواصل الإيجابي في مجموعة القارئ النهيم والتي بدأت منذ عام 2017 وما ذالت مستمرة بعون الله وندع من الله التوفيق ننتقل هنا إلى فكرة أخرى وهي عفوا إن أهم ما نعانيه حاليا هي نتائج العالمة بما فيها من معايشة متناقضات بين الأصالة والمعاصرة وبين التقريب والتحديث الحرية والاستبداد الحقيقة والمغالطات حيث أصمحت هذه الحقيقة مدعا للاهتمام بقضايا نوعية وتعليم وتوجيه بشكل غير مباشر خشية المصادمات فلم تعد العيضات والنصائح المباشرة تجد أذنا صاقية هاجي يزب أن نتوقف عندها التواصلية لا تعني المباشرة يجب أن نملك أسلوبا مرنا أسلوبا متناسبا مع العصر فعصرنا يحتاج إلى التقريب والتبعيد الأمثلة النماذ يعني وليس المباشرة المباشرة حصرا بسبب تغذية الإعلام أو برامج التنمية البشري للفردانية مقف عند كلمة الفردانية عندما تجد مصدرا ما يعزز الفردانية فقط ولا يدفع إلى المجموع وإلى اللحمة فيجب أن هذا وقف قليلا وهنا نكمل نقول والتفريق بين الجماعات ومن هذا المنطق وجدنا أنه من الواجب كجيل سابق قبل الرحيل أن نترك رسالة تحمل تجربتنا وعلينا الوقوف إذا هذا الموضوع في محاولة وضع رؤية حقيقية لمنهج علمي لدور التعليم والممارسة التقافية تواصلا وليس تعليما نعيد تواصلا وفي تعزيز الأمن الفكري لدى الطلاب والشباب وترشيد الحوار والحوار هو نقطة تواصل نعيد نقطة تواصل الحوار البناء الإيجابي أكثر منه الجدلي طبعا جدلي تواصل ولكن سلبي ونعزز أيضا تعزيز المشترك الإنساني والثقافي بحيث يغدو الدرع الحصيل للفكر العربي الطموح وتكريسا للأمن الفكري والعقدي فيصبحون قادرين على معرفة الغث من الثمين والفاسد من الصالح والغش من الحقيقة هذه همهاتنا عندما نبحث في هذه النقطة نحصن الجيل ونعطيه الأهمية للطريق ليقدم رسالته بالتالي للجيل اللاحق طبعا هنا نقف قليلا عند يعني أفكار يجب أن نقدمها وهي يعني عن المنجز التواصلي الذي قامت عليه مجموعة القارئ النهام لكي نقدمها كمثال للتواصل قبل نهاية هذه المادة نقول أولا كيف يمكننا أن نفيد من التواصلية عبر هذه المحاور التي نقدمها في الواطس في التليجرام وطبعا يمكنني أن أشرح قليلا عن هذه المجموعات التي تتوالد سرطانيا هل قدمت رسالة حقيقة هناك نخب وهناك قانون جيدة ولكن بالتالي هناك تكرار وتشابه بينها خاصة بالنسبة للمجموعات المغلقة التي نراها هل هي مغلقة لأنها مكاتب وهذا يحق لها أم هي مغلقة لأنها لا تريد التواصل الحواري هذا سؤال يجب أن نسأل أنفسنا وغيرنا في ذلك معيد لنبسة هذه التجربة كيف كانت أولا التجربة التواصلية كانت قد كشفت الغث الذي يبث في عالم الثقافة غربلته بقدر الإمكان من خلال الحوار تكريس الحوار الحياة وبصرف نظر عن المذهبية ثالثا محاولة المزج ما بين المشاعرية والجدية بثوب رفيق يعني أن نقدم أفكارنا بطريقة جيدة هذه مهارة وليست مهمة سهلة حرية النقد بغلالة من الدماثة والمحبة حقيقة ما زلنا أو ما زلنا حواريا لم ننصل إلى المرحلة النقد الحر يعني عندما ننقد أحدهم نقدا مثلا يعني من نصف ما مليء بالأخطاء لديك الخطأ كذا 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 لا نستطيع أن ننقده على الملأ ويمكننا أن ننقده عبر الخاص وهذا أفضل لأن طريقة النقد فن وذوق خامسا فتح النوافذ مواربة للمنتفعين ماذا نعني بالمنتفعين هناك هذه تسمى شريحة الصامتين المتلقين الذين لا يملكون يملكون مادة للعطاء هؤلاء لا يمكن أن نستغني عنهم بصراحة مؤكد لديهم فاعلية في وقت ما المستمع سيجد يوما ما بعد المدخلات مخرجات فلما نجد إشارات استفهام حولهم كثيرا سادسا هذه المواقع التواصلية بشكل عام سادسا جمع العناصر ذات الفكر النير المتفتح وسمع رأيها بصدر بساعة صدر هذه الفكرة بالذات نقولها حول من يؤسس مجموعات مهمة مجموعات تواصلية نعيد تواصلية ابحث كيف تجمع العناصر البشرية فيها لكي تخدم الهدف من تجمع الأكاديميين إذن قدمهم واجمعهم بطريقة تحقق الهدف من المجموعة التي أنت تبحث عنها من تجمع كيف تجمع هذه المجموعة يرتبط بها الهدف المنطبها سابعا القدرة على الجمع ما بين جيلين الشباب والخبراء فكريا هذه نقطة مهمة طبعا كما ذكرت هناك بحث كنت عليه لم أقدم يعني أتمنى أن أقدمه لاحقا الجمع بين والردمل هو بين جيلين يجب أن يكون هناك تكامل وتفاعل وفائدة مشتركة فتجربتنا ولو أنها مع الوقت سوف يعني ينتبه التقادم والقدم ولكنها ستكون إرشيفا ورصيدا لما بعدنا هنا يجب أن نجد حلا وسطا بيننا وبين الجيل القادم ردمل هو هذه قضية منهجية ليست بسهلة كيف أخاطب جيل حديث بأسلوب قديم أو كيف أخاطب الجيل الجديد بطريقته هو هذه فكرة ليست سهلة يجب أن نقف عندها ويجب أن يقف عندها الباحثون ويعملون عليها وهذا باب مفتوح ثامنا بينما كان المنبر التليجرامي الشبابي من بإمتياز كان المنبر الوطسي أكاديمي بإمتياز وهذا أيضا الحمد لله حققناه كتكامل تاسع النجاح زاوية قبل أن تنام وهذه التي قدمناها الحمد لله كانت عبارة عن فكرة تحويلية فكرة تطويرية ماذا تعني مقدم مثلا مقولة فلان ونضع بعدها الإسقاط الواقعي هذه الفكرة لاقت رواجا لأنها فعلا من الأفكار التي تصل بين جيلين أنا أقدم فكرة قرأتها عن محمود حباء عباس العقاد مثلا قال أن أقرأ كتابين خير من أن أقرأ كتابا واحدا مرتين خير من أن أقرأ كتابين في وقت واحد ماذا يعني أي أن أعيد قراءة كتاب واحد أكثر فائدة لي طيب كيف أقدم هذه الفكرة للجيل الجديد أقدمها أن أقرأ كتابا صغير الحجم أو صفحة أو صفحتان يوميا خيرا من أن أقرأ كتابا كاملا لا أستطيع إتمامه يجب أن أقدم ما يرى الجيل الشباب أنه يستطيع أن يقوم به هذه نقطة مهمة جدا عشرة محدودية الحوارات الهامشية المجموعة التواصلية الناجحة هي التي ترشد الحواة ترشد الكلام تقدم المفيد ولا تكرس الهذر الذي يضيع الوقت ولا يقدم الفائدة الفائدة الحادي عشر استفاقة الشنان وبكل صدق نحن شعب معطاء شعب كريم شعب يعني نحب بعضنا بصرف النظر عن كل الحواجز هذه لمستها عيانيا وتجربيا وميدانيا نحن شعب نحب بعضنا فلماذا نستمع لصوت الخارج؟ ننتقل إلى الفقرة البعدها استبعاد أوامل الفرقة أي أفكار خلافية يجب أن تستمع دائما لأنها سوف تهدم إذن هنا تظهر هذه الأمور دائما موجودة في الوسائل التواصلية تواصل ليت دائما سليما لست نموذجيا مثاليا هناك عقبات هناك عراقي هناك مثلا أخطاء هنا تظهر المرونة واستطاعة استيعاب واحتواء هذه العناصر رهب عشر ضرورة تضوح الهويات الثقافية والأسماء بوضوح يجب أن نقدم أنفسنا بوضوح في الحقبة بداية التسعينيات عندما دخل الانترنت كانت فكرة الأسماء الوهمية كثيرة لم يكن أحد يتجرأ على تقديم نفسه شخصيا لأن كل الأقلام كانت حديثة عهد كانت تحاول وتتمرن لكن حديثا عندما أصبح هناك التعليم عن بعد ظهرت الكواتر الأكاديمية وظهرت العناصر المتعلمة التي نفخر بها خاصة هذه المنابر التي قدمت لنا مواد حقيقة رائعة على اختلاف مشاربها واختلاف أنواعها هذا يعني أننا يجب أن نحافظ على حقوقنا ونقدم أنفسنا بكل فخر هذا نحن وهذا ما لدينا لا داعي لأن نقول أخشى أن يقف أحدا على أخطائي فليقف فلأحاوله فلأكلمه هذه خاصية تواصلية ممتازة يجب أن تكون حاضرة خامس عشر تشجيع تسويق المنتجات الفكرية هذه أيضا يجب مراعاتها من خلال التواصل أنا قدمت هذا فلأفيد غيري هذه تنطبق على فكرة الكتب الإلكترونية ونعتبر بصراحة هذه ميزة نحن لنا كعرب وكمسلمين بشكل عام قدمنا أفكارنا بطريقة مجانية أكثر من الطريقة الغربية الطريقة الغربية بصراحة ملكة مواقع مأجورة أمازون وغيرها تبحث من ناحية التجارية ولكننا كنا بصراحة كرماء هذه خاصية مستونا الكتب الإلكترونية مليئة في الأنترنت نحملها وننضي أي يعني هذا بعطاء وكرم كبير نشكر عليه ونشكر كل ما قدم هذه المواد طبعا هذه باختصار ما يمكن أن نفيد من التواصلية عن بعض نصل هنا إلى فكرة المستخلص من الموضوع ماذا نعاني وكيف كنت أعتقد أنني كتبت قبل تلك في قضية الأمن الفكري فتبين لي الأمر أن له ألف واجهة فقد تبين أني كتبت بحثا في مؤتمر ما عن الأمن الفكري الأدبي وله أيضا عدة وجوء الأمن الفكري الأدبي الفكري الديني إلى آخره فالأمن الفكري طيفا واسع جدا يعني يتحمل الكتابة فيه لكن أهم عن معانيه من نتائج العالمة معايشة متناقضات بين الأصالة والمعاصرة بين التقريب والتحديث الحرية والاستبداد إلى آخره تعرف الأستاذة دلال بنت مرزوق العصيمي الأمن الفكري فتقول إن مفهوم الأمر الفكري مصطلح حديث إلا أنه في مضمونه قديم قدم المجتمع المعاصرين بظاهرة الأمن إيجاد التعريفات في هذا المجال فمنهم من يعرف بأنه سلامة فكر الإنسان وعقله وفهمه من الانحراف الخروج عن الوسطية والاعتداد في فهمه للأمور الدينية والسياسية وتصوره للكون بما يقول إلى الغلو والإلحاد والعلمة الشاملة تأمين أفكار وعقول أفراد المجتمع من الأفكار الخاطئة التي تشكل خطرا على قيم المجتمع وأمنه بوسائل وبرامج وخطط متعددة شاملة لجميع النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية فمهما تعددت التعريف إلا أنها تدور حول هدف واحد وهو تأمين العقل البشري ضد أي نوع من أنواع الانحراف من خلال تواصله مع الآخرين كمان وهلاحظ من التعريف السابقة أن مفهوم الأمن الفكري مرتبط ارتباطاً وثيقاً لوجود قيم ومثل عليا وأعراف اجتماعية وثوابت تحكم ذلك العقل ما دامت موجودة هذه الثوابت فالحصن موجود بإذن الله ولا يعني تلك عدم المحاكة لآخر يعني أن أخاف من الانحراف لا يعني أن أعزل وأبتعد عن هذا الحل إذن المعيار هو الوسطية لإعتدال تقبل الرأي الحوار بما ينسجم مع مهم إذن إن اختلال الفكر وانحرافه يؤدي إلى اختلال اللحمة في المجتمع تكثير الفردانية وصمم الآذان أمام النصح هذا علا أيضاً سببه اندفاع حول تيارات غير قويمة تنوي التغرير بالجيل بجيلاً يعتقد أنه يسير بشكل صحيح ولا يوجد سير مثال البتة ولكن هناك محاولة للوصول إلى بر الأمام طبعاً يجب أن نقف هنا عند فكرة مهمة قدمها لنا الدكتور الراحل الكبير إبراهيم الفقي وأسقطها إسلامياً حيث عزز السلوك الإسلامي الصحيح من خلالها ولكن نتساءل كيف يكون لنا مخالب دفاعية ضد من يكرس لنا التواصل السلبي هذه أيضاً بحثتها في مقال جديد اسمه التربية بلا أظافر لا يوجد تربية بلا أظافر يجب أن نتعلم كيف ندافع عن أنفسنا ولو حوارياً ولو جدلياً حتى لا ننال من ثوابتنا وأفكارنا الإيجابية إذن نقول أصلح من نفسي وأولوياتي ثم أتجه إلى التواصلية نقول إذن هنا لم يكن الإسلام مقتصراً على هذا الجانب ولكنه فعلاً كان يحمل كل هذه العوامل معاً طبعاً بالنسبة لننتقل إلى فكرة معترضة وهي فكرة الحوار المنتشر في التواصلية بشكل عام حولنا ماذا نقول هنا؟ إن فن الحوار يحتاج إلى ترشيد فنجد أن الحوار العشوائي يعني يحتل 70% من حواراتنا وهذه ملاحظة ميدانية وليست نسبة جاهزة أخذناها أما الحوار الثقافي الطلابي فيحتل 20% ما وقد كرسته تلك المنابر التي تشكر حالياً فنتساءل يجب أن نشجعها يجب أن ندعمها يجب أن نتابع ونقدم الأسئلة والدفع للأمام لها لأنها فعلاً تساعد الناحية المعرفية والتواصلية الإيجابية للطلاب والباحثين عن المعرفة تقريباً يعني حاولت بقدر الإمكان بقدر الإمكان أن أختصر لأن المحاضرة طويلة ولكن حتى لا أطيل حاولت أن أقدم الخطوط الأساسية فيها إذن يجب علينا أن ند الجسول الإنسانية المشتركة لكي تمنعنا من الهجرة حتى من أفسنا نعم تمنعنا من الهجرة حتى أنفسنا أحياناً نجد أنفسنا غريبة عن حالنا لماذا نحن نعتزل المشتبع لماذا لا نتواصل هل نخشى من السلبية هل نخشى لا لا هنا عندما يكون الإنسان يحمل في ثناياه أصدقاء والقاعدة المعرفية القوية والميران التواصلي وهنا نقول الميران التواصلي وهذا منوت بالدربة يعني نحن قدمنا أدوات ولكن هذا مرتبط بالاستعداد الشخصي التواصلي لكي يمارس لكي يكون حاضراً في الميادين التواصلية هنا نقول هل فعلاً ما زلنا نحمل هشاشة تواصلية؟ هذا سؤال كل إنسان يجيب عليه بطريقته لكن اكتسابنا لبعض غنائم معرفية تساعدنا غالباً على الانتصار على أنفسنا بدخول وإرغام أنفسنا في دخول حوارات حتى لو تعثرنا ولكن لدخول حوارات نحاول بقدر الإمكان عرض بضاعتنا مهما كانت وهذا يشجعنا على التواصل والاتصال بقدر الإمكان هذا يفتح الباب على مصرعيه ولكن يجب أن يكون بضوابط تواصلية ماذا يعني ضوابط تواصلية؟ أي أتواصل بقواعدي الثابتة ولكن بأسلوب مرن بأسلوب مهذب بأسلوب دمث بتقديم جميع كل هذا يحتاج إلى ميران الميران هذا مرتبط بالممارسة الفعلية التي يجب على كل إنسان أن يقوم بها لكي لا يجعل مدخلاته بلا مخرجات يعني نحن جميعا لدينا طرق خاصة في تثقيف أنفسنا ذوق خاصة في تثقيف أنفسنا هل تبقى هذه حبيسة؟ ماذا بعد هذا الرصيد والكم المعرفي والكم التجربة؟ ألا يجب أن نعطيه نقدمه؟ هذا منوط بالمقدرة على العطاء المقدرة على التواصل ولو من خلال الميران ولو من خلال أن نرغم أنفسنا بالتجربة بالتجارب لكي نصل إلى المرحلة المتقدمة الأفضل نتمنى هنا أن نكون قد قدمنا يعني الفكرة التقريبية التواصلية وطبعا تحتاج أيضا إلى مزيد من الأبحاث فتقدم تكملة الفكرة في بحث قادم التواصل ومشكلات التواصل وبذلك قدمنا سلسلة من المحاضرات أولها أفن الخطاب الحديث والمحاضرة الثانية التواصل الجماهيري ومعايير التواصل الجماهيري والمحاضرة الثالثة بإذن الله لكي نقدم كتابا متواضعا نقدمه هدية لمنصة أريد الغراء لكي يعني بإذن الله تكون محد قبول ونرجو من الله القبول أيضا وبذلك نكون بإذن الله ردفنا المكتبة الجميلة التي يقوم عليها فريق منصة أريد نرجو من الله التوفيق وشكرا لمتابعتكم قبل ذلك دكتورة ريمة أردت فقط أن نسألك بما أنك خبيرة في هذا الميدان وهو معايير التواصل الجماهيري الفعلي أو الإلكتروني عندما تقومين بهذا التواصل ما هو الفرق بينهم ما هو الفرق بينهم وبين التواصل الجماهيري الفعلي عندما يكون جمهور أمامك أو التواصل الجماهيري الإلكتروني ما الفرق بينهما حقيقة هناك فرق فعلا التواصل الجماهيري الميداني يحمل في ثناياه جدوى أكثر فأنا أرى الشخص الذي أمامي بتعابير وجهي أراه بردات فعله أراه بهيئته الأنيقة الكاملة أراه بكل يعني التواصل يكون مباشرا وهذا أمر جدا إيجابي التواصل عن بعد أنا تواصلت معه فكريا ولكن ردة فعله لم أتلمسها حتى هناك فكرة يعني سمعتها من محاضر حقيقة طريفة قال أنني عن طريق التواصل عن بعد لم أعد يعني أحمل للأناقة ولم أعد أرى نفسي في المرأة لأنني أتواصل وانتهينا يعني هناك عناصر خسرناها بالنسبة للتواصل عن بعد ولكن أصبح هذا هو أخصا حاليا في عصر الكورونا هذه الوسيلة الأسهل لكل الوصول ونتمنى من الله العون نعم شكرا هو على كلنا للتواصل الجماهيري الفعلي أو الإلكتروني لكليهما إيجابيات وسلبيات ولكن ما هي معويقات بالنسبة لكليهما بالنسبة لإتصال الجماهيري الحقيقي والإتصال الجماهيري الإلكتروني ما المعويقات التي يمكن أن تقف في وجهك إليهما الحقيقة هذه هي مفتيح البحث الجديد ولكن يجب أن المعوقات التواصلية الشخصيات الأمتوائية الصامتة هذه الشخصيات تجد في خواص شخصيتها معوقات داخلية يعني قد تكون فطرية وقد تكون تربوية هذه يربى الطفل عليها منذ الصغر يعني عندما نتعجب فنجد ابننا لا يحسن التواصل مع الطرف الآخر ومع الناس يجب أن نسأل أنفسنا أولا لماذا؟ كيف تربى؟ كيف ساعدناه إن كان يحمل شخصية أمتوائية؟ هذه الأسئلة يجب أن نقف عندها يعني نحن نواجه شخصيات عاجزة عن التواصل ولكن لا ندرس خلفيتها كيف وصلت إلى هذه المرحلة المتقدمة من الفشل للتواصل هذا يحتاج إلى دراسة نفسية يحتاج إلى دراسة سلوكية يحتاج إلى دراسة تربوية وماشاء الله حضرتك دكتورة خضرة لا يجب عليك باع في هذا المجال شكرا دكتورة ريما نعم بالفعل هي هذه الشخصية نسميها ما يسمي شخصية حيادية حتى لو كانت تكون حاضرة معك أنت لا تفهمين هل هي معك أو ضدك هل هي فارحة أو غير فارحة هل هي راضية أو غير راضية وهي من أصحب الشخصيات التي يمكن أن تفعل معها وفعلا أرى بأن الأمر يحتاج إلى دراسة ورد في حديثك دكتورة ريما أيضا بأن أنت تساعدين على ردم الهوى بين الأجيال عن طريق التواصل فعلا الهوى بين الأجيال لا يمكن ردمها إلا عن طريق إتقان كيفية التواصل مع الجيل معناها مثلا أنا لا أستطيع أن أتواصل مع أبنائي بنفس الطريقة التي أتواصل فيها مع الأشخاص الذين هم من سني لماذا؟ لأنهم خلقوا من زمان غير زماننا ويتفاعلون ويتواصلون نعم بطريقة مختلفة تماما ربما تجدين ذلك مع أبنائك هل لديك استراتيجية واضحة في التواصل مع هذه الفئة العمرية اللي هي فئة الشباب الآن بـ 15 إلى 20 سنة؟ والله الحقيقة هذه بدأتها قديما عندما بدأ الأنترنت في دخول كل عالمنا فقد قطع الشباب صوتا كبيرا فيه تقنيا ومعرفيا إلى آخره وكما ترين دكتورة خضرة مهما حاولنا دخول هذا العالم الشباب أسرع لذا فأنت بإمكانك التقرب إليهم وسمع منهم ماذا تعلموا ماذا وممارسة بعض أمور معهم مثلا صيانة الموبايل بصراحة ليس اختصاصنا ولكن يمكننا أن نفهم منهم كيف يقومون بذلك شخصيا لذلك نسمع منهم يسمعوا منا نحاول التواصل بقدر الإمكان بعلومي الحديثة ولو لم نكن بالسرعة نفسها ولكن يجب أن نكون حاضرين تماما في عالمهم فمثلا قديما أتتني امرأة أم طفل تقول ابني لم يعود يعيش معي ابني يعيش عبر الشاشة فقط إنه غائب عني تماما في هذه اللحظة قلت لها لماذا لا تدخلين دورة ألكترونيات يعني هي تعجبت بداية قلت لها أدخلي فدخلت دورة أنترنيت وألكترونيات ومفاهمت من أمور السيطرة على الحاسب أمورا رائعة فعندما جلست مع ابنها ودخلت معه برفقته إلى تفاصيل حاسبه أتت إلي وهي تبكي قالت لي لقد تفاجأت بابني لديه أمور يعني لا مجالي الكلام عنها ولكن لقد ضاع مني حقيقة بكيت معها كثيرا قلت لها أين كنت في بداية دخوله إلى هذا العالم يعني يجب أن نكون قريبين منهم أولا لكي لا يضيعوا ثانيا لكي يعني يشعرون بحضورنا وأنسنا وأننا معهم دائما وليس هناك فاصل وحاجز نعم هو كذلك هم على كل حال حقيقة هي قضية كبيرة يعني أيضا أبحث فيها وأعمل نعم نعم دكتورة ريمة هي على كل حال حتى في مواقع التواصل الاجتماعي يسخرون من الشباب يسخرون من جيل الأباء والأمهات يقولون أن حتى عندما أقدموا نكتة إلى أمي أو شيئا إلكترونيا فإنها تحتاج إلى وقت حتى يمكن أن تخضمه أو أن تتفاعل معه أو يكون رد فعلها عليه ردا متناسبا مع النكتة أو ما شبه ذلك على كل لدينا سؤال في الدردشة للأستاذة بن جايد فاطمة الزهرات تقول تحدثت الدكتورة عن ثلاثية العلاقة في عملية التواصل التي هي المتصل والرسالة ومتلقي الرسالة لكن ماذا عن الردود الفعل الخاصة بمتلقي الرسالة إضافة إلى إمكانية وجود تشويش خارجي قد يؤثر في هذه العلاقة شكرا أظنها تتحدث عن تشويش الذي يمكن أن ينتاب الرسالة والله هذه النقطة يعني لم أتوسع بها لأنها استثنائية يعني عند وصول الرسالة مشوشة سواء ميدانيا أو إلكترونيا حقيقة هذه ترتبط بعدة عوامل إما تقنيا وإما المادة التواصل فيها خطأ ما هذه بقى يجب أن ندرسها تواصليا لماذا؟ وهذه يجب أن نقف عندها لماذا حدث ذلك؟ ما هي الأسباب؟ كيف نحاول تلافيها؟ كيف نحاول إصلاحها؟ أيضا كل هذه أمور قد نكمل معالجتها في السلسلة الثالثة من البحث بإذن الله شكرا لسؤالها المهمة نعم نعم أيضا لدينا سؤال من طرف الأستاذ موسى أحمد موسى يقول يا حضرت الدكتورة ريمة هل أوضحت لنا قليلا عن التواصل الجماهيري تطبيقيا حقيقة التواصل الجماهيري تطبيقيا تحدثنا عنه من خلال المحاضرة نفسها ولكن ربما فاته التطبيق أو ربما كان الصوت مشوشا لا أدري هو التطبيقيا نحن قلنا أنه أولا جذب فكري وكاريزمي هو يلبي احتياجات فئة مستهدفة هو دربة دربة بين قوسين دربة يعني ليس أمرا سهلا ويجب أن تكون أدوات حاضرة يجب أن تكون اللغة مناسبة للغرض يجب أن تكون اللهجة النظريات المخطط التواصل واضح يجب أن يساعد الطرف الآخر يعني يكون ملبيا لحياجتي كل هذا أمور تطبيقية ولا يمكن أن تفهم هذه الزوايا إلا عندما الممارسة يعني عندما الممارسة تظهر بوضوح حقيقة نعم شكرا هناك أيضا رسائل أخرى تشكرك على المحاضرة الأستاذة فاطمة الزهراء بن قيد تقول شكرا لك مرة أخرى لأدري هناك من يقول الفون الخاص لعبد الحكيم يقول عفوا هل يمكن طرح سؤال عن طريق فيديو لم أفهم أو كيف يمكن إرسال فيديو مع ذلك البقية شكرا لك على المحاضرة شكرا لكم حقيقة سررت جدا بحضوركم أتمنى الفائدة وبإذن الله نستمر في هذا الخط لإنهاء الفكرة وإحاطتها من جميع جوانبها بإذن الله لأنها تتحمل وتستحق حقيقة فهي عالمنا الحاضر نعم الأستاذة رجاء الجبوري نعم تسأل وتقول السلام عليكم بركة جهود القيمة والمحاضرة الرائعة أود الاستفسار كيف نتعامل مع المشتركين الصامتين من الطلبة والمشتركين في بعض المجميع العلمية والتي تتطلب بعض المواضيع مشاركة الجميع تحياتي وتقديري من الدكتورة رجاء الجبوري شكرا لك دكتورة رجاء العنصر الصامت العنصر الصامت هو من أكباطاً لصاحب التواصل يعني أنا أقدم وهو صامت ماذا يجل في فكرك؟ أعرفني ماذا تريد لكي أقدم لك ما تحتاج إليه هذه العناصر تحتاج إلى استفزاز إلى عصب ذهني إلى أسئلة إلى بحث خلفي أو شخصي أو معالجة شخصية على الخاص بالنسبة لمواقع التواصل تواصل شخصي بينها بالنسبة للأمور الميدانية لنعرف لماذا هي صامتة لماذا هي كذلك أيضاً هذه ناحية مهمة تعتمد على الناحية السيكولوجية على الناحية التربوية أيضاً سنعالجها في بحثنا المقبل بإذن الله شكراً للسؤال نعم بإذن الله على أن نتأكد من أن هذا المتواصل الصامت أن نتأكد بأنه لا يخشى ردة فعلنا لأن أحياناً بعض الطلبة وبعض المشاركين لا يتواصلون معنا لأنهم يخشون أن تكون ردة فعلنا عنيفة أو فيها السيزاء أو فيها سخرية أو ما شبه ذلك هذه المشكلة مثلاً بالنسبة للطلبة في العادة لا نستفزهم بالأسئلة الصعبة مثلاً نقول لهم إننا في موقف تعليمي التعليم يقتضي أن نشارك التعليم يقول بأن هناك نظرية بكاملها تسمى نظرية المحاولة والخطأ معناها أن الخطأ هو الخطوة الأولى في النجاح وبالتالي هنا نعزز سلوك المشاركة لدى الطالب الصامت لكن كما قلت إن تحتاج الأمر فعلاً إلى دراسة معرفة الأسباب وأيضاً الاستراتيجية والآليات العلمية التي تساعدنا على التفاعل مع هؤلاء الأشخاص لأنه بالفرق الفردية فعلاً تصوري أستاذ الدكتورة ريمة أني مرة اكتشفت طالبة رائعة ومميزة في تحليلها وفي طرحها لكن أين اكتشفتها؟ اكتشفتها في ورقة الإجابة على أساس أنه في المحاضرة لا نستطيع أن يكون لدينا اتصال وتواصل مع جميع الطالبة لأن العدد كبير جداً فعندما قرأت الورقة طلبت مباشرة أن تتصل بي حتى أركز عليها أثناء المحاضرة لماذا؟ لأنه لم تكن فعلاً من الشخصيات التي تتواصل هذا من ناحية من ناحية ثانية نحن كشخصيات مقسمين إلى نمط الأي والبي والسي الأي يتحدث البي في العادة لا يتحدث وإذا التحدث يتحدث بطء يعني يعود الأمر أيضاً إلى الفروق الفردية لدي أيضاً أسئلة أستاذة ريمة لو سمحت نعم الآيفون الخاص بالعبد الحاكيم يقول هل يسمحون لي بالتساؤل بشكل مباشر؟ هذا ما قصدته حتى نعز التواصل الرقمي بين تفضل أستاذ عبد الحاكيم لا أدري سأعطيكم الصلاحية ارفع يدك فقط التفضل أستاذ عبد الحاكيم أهلاً وسهلاً الله يبرك فيك أفوان هذا الموضوع في حقيقة موضوع الساعة وموضوع أساسي ونبدأ من التعمق فيه بشكل كبير جداً وأدعي أنني انتهيت من دراسة حول التواصل الثقافي والسياسي بين الشعوب العربية إن شاء الله ستنشر قريباً والذي بإضافة إلى دراسة أخرى خصصتها حول مسألة التواصل عن طريق مواقع التواصل السماعي ودور هذا التواصل التسكيل هوية الأفراد المجتمعات العربية فالذي لاحظته بالفعل أن هناك أول معطيات متغيرة وجديدة من هذه المعطيات أن التواصل التقافي نفسه متعدد الأسكال ومتعدد الأنواع ولكن هناك سيطرة بالتواصل للذاتي الفردي المتمثل في تدخيم الدات كما جاء في أكثر من كتاب من خلال صور الداتي والفيديوهات خاصة وتعليقات والأراء الخاصة في كل المجالات من الغيب إلى التبخي إلى سياسة إلى التقافي إلى غير ذلك فهذا فيه تدخيم الدات في عصر التواصل الرقمي الدات الشكلية وليس الدات المفكرة والدات العميقة هذه إشكالية ترتبط بالتواصل في زمننا وتطرح على الباحثين عموما كيفية الوصول إلى الفئة الأساسية ومهمة في وجهة نظر هي فئة الأطفال والشباب هؤلاء الفئة يمثلون 75% ممن يتعاملوا مع مواقع التواصل الاستماعي ويمثلون أكثر بـ 85% حسب دراسات يعني غربية الذين يدخلون إلى الانترنت حتى عربية الذين يدخلوا عن الانترنت عن طريق مواقع التواصل الاستماعي لا يدخل الانترنت خلال جوجل أو كده بل عن طريق مواقع التواصل الاستماعي تستهلك التواصل الرقمي بشكل فيديو بشكل أوديو بشكل بشكل الصور فقط يعني لا تعتمد على الأشكال الأخرى الكتابة والإنتاج والرابط وكذا غير من أشكال النشر الإلكتروني فماذا يطرح هذا هذا يطرح إشكاليات كيف نتعمق وكيف نصل إلى هذه الفئة لأن هذه هي هذا هو مستقبل المجتمع هذا هو مستقبل أسرتي هذا مستقبل أولادي هذا مستقبل أولادكم وأولادنا وأولادكم إذا لم نتعمق في دراسة هذه الفئة ليس بشكل انطبائي وبدراسات سريعة ولكن بدراسات ميدانية متنوعة بينها حتى وفي خلال وخلال العلوم الاجتماعية كلها الاجتماعي النفس عن التواصل الإعلامي وغير ذلك حتى نشكل رؤيا واضحة تسمح لنا بأن نطرح حلولا آملية أو نطرح مشاريع حلول ينفي دول آخر في هذه النقطة عفونا آسف للإطالة هذه النقطة لو لاحظتم معي ستجدون غياب لمشاريع التواصل الرقمي الموجهة إلى الأطفال والشباب في العالم العربي أقصد لا تجد إلا أن هذه النظر قليل ابحثوا من خلال جوغل وابحثوا مثلا من خلال مثلا قصص قصص بداء فقط شوفون أدير من مثلا البحث من خلال عشرة أحسان قصص عربي والله ستصاب صدمة كيف أننا لم نستطع نوفر للطفل حتى قصص بداء فعلي للأسف فكيف سيتشكل هذا هؤلاء الأطفال الآن لهذا تجدون هم موجودون في تيك توك سنابشات وغير ذلك ولغتهم الإنجليزية أقوى من أي لغة أخرى ولأسف هائلة أنا أركز لها آخر نقطة هذه هي غياب مشاريع التواصلية مع فئة الأطفال والشباب وهذا مسؤولية ليست مسؤولية الباحثين فقط هذه المسؤولية حتى من مجتمع الأحزاب الدولة الوزارة الأوقاف غيرها ولا يريد أن ندعم أن نشكل خلايا بحثية لكي لا يضيع من أطفالنا وشباب فأسف عدد إطالي شكرا أستاذ عبد الحكيم بارك الله في كانت المداخل القيمة تصدري دكتورة ريمة لديك تعليق على ما قاله الأستاذ عبد الحكيم نعم حقيقة ما تفضل به أننا ناشي لدراسة سبق وتكلمت أن هذه لم أتوقف عن هذه الدراسة وإنما سأكمل لأنه يستحق هذا أولا ثانيا بالنسبة للتواصل الشرائح الأطفال وإلى آخر هو يوجد تواصل ولكنه ناقص بمعنى ما تفضل به عن الإنجليزية يعني بدأ بالخط الذي أبحث عنه وهو العربية تواصلية وعبر المواقع الألكترونية هناك نقص في دعم العربية فمثلا من يريد دورة إنجليزية مجانية متاحة بجميع في مواقع كثيرة جدا جدا مفردات قواميس بينما اللغة العربية كدروس وكنحو وعيد كدروس وكنحو هناك تقصير فأين الأبحاث وهذه وأعتقد أن هذه النقطة التي بحث عنها كمشاريع هذه نحتاج لأنها مخدومة لأنها هناك في جهود مبذولة حولها نحن يعني وقد لا أدري إن كنت موجودة معنا دكتور كان لدينا دكتور سوري سألناها نفس السؤال هناك نقص لدعم اللغة العربية عبر المواقع الألكترونية فقال نعم للأسف موجود فكيف نريد أن نجذب هذه الشريحة ونحن مقصرون يعني هناك تقسير حقيقة هذه المحاضرات التي تعطى والتي تحمل قيمة كبيرة يجب أن تحمل في آخرها توصيات واقتراحات قيد التنفيذ ونقول يا رب ونتمنى بإذن الله نعم نسأل الله لجيلنا التوفيق والسدد بإذن الله هناك العديد من الرسائل التي تشكر لدكتورة ريمة الدكتورة بدرة سنور قد علقت على كلامنا وقالت قد يكون محاضر يعطي انطباعنا وإحجازا بالإحراج من أسئلة الطالبة فيحلف عندهم كف لدينا سؤال للدكتورة إناس الحملي تقول أشكركم على المحاضر الرائعة المتميزة لأن في احتياج شديدها ولكن لاستفسار كيف أتخلص من الشعور بالخجل الداخلي لا أدري إذا كان تريدين إجابة على هذا السؤال أم لا كيف أتخلص من الشعور بالخجل الداخلي الحقيقة يمكن أن أجيب ولكن أجيره إليك دكتورة خضرة لأنك أنت أقرب إلينا تربويا نعم شكرا هي على كل الشعور بالخجل هو الحياء عبارة عن ظاهرة طبيعية الخجل لا يعتبر طبيعي إذا تجاوز حده أعالجها عند الطلبة خاصة في حس التطبيق بأن أكتشف هؤلاء الطلبة أحاول أن أتحاور معهم بيني وبينهم ثم بعد ذلك أحاول أن أدمجهم في الحصة مع أصدقائهم مثلا أقوم بتهيئة نفسية قبلية ماذا تخشون تخشون التقييم نحن كلنا هنا نقيم حتى أنا كأستاذ عندما أقف أمامكم إذا كنتم ثلاثين شخصا معناها هناك ستين عينا تراقبوني وهذه العين لن ترحمني تراقبوني في كيفية حديثي في لباسي تصرفي لو أخطئوا خطأ هكذا سأجد ابتساماتكم أو ما شبه ذلك فتدخل أو الطالب أو الطالب في الجو ثم بعد ذلك أوجه له سؤالا أنا منطبطة في قاعتي بمعنى لا يمكن توشيه ملاحظات أو ما شبه ذلك في القاعة دون استئذان بحيث يكون هذا الطالب في مأمن معناها لن يسخر منه أحد ومع الزمن يستطيع أن يقدم عمله صراحة كان عندي بعض طلباء الذين أصرحوا لزملائهم قالوا أنا مستحيل أن أقوم بتقديم بحثي أمام زملائي يستحيل أن أقدم في حزق أستاذ خضراء ولكن مع الزمن والنهاية السوداسي يستطعوا تقديم أعمالهم وذلك بالمشاركة